أنا عايز أحكي لكم على حدوتة حلوة حدوتة أنا في رأيي هي بدأة من أكتر من مئة سنة حدوتة مصر وفلسطين حدوتة انعكست إنما تعكس مش حجم العلاقة في الوقت ده يمكن ما كانش فيه دولة اسمها فلسطين لكن فيه شعب اسمه الشعب الفلسطيني وده اللي بيعكس هنا الترابط الإنساني الترابط الاجتماعي الترابط ما بين شعوب المنطقتين دولة اسمها مصر وشعب عظيم اسمه الشعب الفلسطيني الذي يقاوم ويناضل ويجاهد لأجل حياته واستقلاله وحقه في تقرير مصيره بقاله تقريبا مئة سنة مش من سنة 48 لكن بقاله تقريبا مئة سنة الحدوتة دي يمكن لها فصول كتير فيه فصل عظيم جدا بدأ من إنه إزاي مصر حربت هذا الكيام الصهيوني والمعتدي والمحتل في 48 مصر عانت من العدوان السلاسي في 56 ودخل ساعتها الكيام الصهيوني بالتعاون وقتها أنا زاكي يعني مع فرنسا وإنجلترا في العدوان السلاسي على مصر 56 بذريعة تأميم قناة السويس فرحت دخل طبعا إسرائيل كما جرت العادة وبريطانيا الحقيقة كما جرت العادة لتقويض الدولة المصرية وهدم حلم عظيم كان بيبدأ في 1952 ومصر دفعت ثمن ثالث في 67 واستمرت الحرب في حرب الاستنزاف من 67 لحد 73 إلى هذا النصر المؤذر في 6 أكتوبر عام 1973 فضلة المعارك المصرية بالمناسبة مستمرة في مواجهة هذا العدو يعني لا تنسى المعارك الدبلوماسية والقضائية بشأن طابة على سبيل المثال والمعارك المفوضات اللي اتعاملت في 79 علشان مسألة كان بديفيد واتفاق السلام هل الشعب المصري أراد التطبيع؟ لا لم يريد التطبيع على الإطلاق وما طبعش لحد هذه اللحظة بس مش ده موضوعنا لكن أنا بوريلك فصول كتير من هذه الحكاية لأنسيت أقولك أنه كان فيه فصل عظيم لهذه الحكاية وإزاي مصر تبنت المقاومة بدءا من الإعلان عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 ده مثلا على سبيل المثال مصر فضلت داعمة دائما للمقاومة الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني حدوتت النهاردة مش بس الإسقاط الجوي أو المظلي للمساعدات المصرية بمشاركة الإمارات على قطاع غزة لكن حدوتت النهاردة أنه الماء أهم شيء للحياة بقى احنا يا سيدي عايزين ندخل الميا للفلسطينيين قدر نستطاعة فكنا بنعدي قوافل المساعدات بتاعتنا عبر المعبر وبدأ العدو والكيان الصهيوني يقفل المعبر قدامنا ويتلكك ويبوز الحمولات ويضرب على الطريق علشان خاطر الشاحنات بتاعتنا متعديش وبدأ يمارس كمان وحشيته تجاه الهلال الأحمر الفلسطيني على الأرض المحتلة وما إلى ذلك بس مصر لم تتوقف ساعة واحدة عن مساعدة الشعب الفلسطيني فخدنا قرار في أن احنا هنطلع طلعات جوية تسقط هذه المساعدات على مناطق متفرقة في غزة عبر الطائرات المصرية طائرات القوات المسلحة المصرية طائرات الجيش المصري وبدأنا النهاردة احنا عايزة وصل مياه تفضل حضرتك دي صورة الطيارة اللي بتنزل الإسقاط الجوي أو اللي بتعمل عملية الإسقاط الجوي للمساعدات المصرية والحقيقة أيضا بالتعاون مع صديقتنا شقيقتنا الإمارات العربية المتحدة مصر الإمارات على الصندوق كده